بسم الله وكفاة وسلام على عبادي الذين اصطفع سلام عليكم أربي سبحانه وتعالى جعلنا سخريا بعض غيرها والعصر الحديث من قرن هذا الـ 21 يبين أكثر فأكثر على ظوء ما قاد يبرز بالاختصارات جديدة أن التسخير ماضا إلى أن يشاء الله وأن التفنن في الاختصاصات يبين إلى واحد من الاختصاصات يجب أن يبقى منفرد ومنعزل فلابد أن نرجع للقرآن لنفهم مقاصد الشارع سبحانه وتعالى ونعلم أن مصير هذه البشرية من رابط لكل أجزائها وكل أفرادها فلا سبيل إلى نكرر الآخر والاحتقار أو تنسيه أو الاعتداء على كرامته أو حقوقه فلابد أن نصاف بعضنا البعض ونحمل شر بعضنا البعض ونؤمن أننا بحاجة إلى ربنا من خلال حاجاتنا إلى بعضنا البعض فألموا إلى توفيد الصفوف وتنقية القلوب وتسوية الأوضاع التي نكست بنا وبهذلت بنا بالعلمية ومنى اضطرارنا إلى المصالحة لا جدل فيه فألموا إلى الإسلام لربنا فهو خير لنا جميعا ومن شد شد في النار نحن قد بلغنا اللهم فاشهد والسلام على من اتبع الله